المجلس يحلن قبول استقالة السيد رئيس مجلس الوزراء تزداد الضغوط يوما بعد اخر على رئاسة الجمهورية بعد اسناد مجلس النواب وفقا للمادة السادسة والسبعين للرئاسة بتكليف مرشح لرئاسة الوزراء خلال خمسة عشر يوما وهي المدة التي حددها الدستور العراقي ويستمر معها الجدل حول مواصفات رئيس الوزراء فالجميع يريده حسب هواه وهذا يعني ان البلاد امام فترة خصبة من النقاش والحوار حتى ايجاد ما يرضي الشارع العراقية المادة ستة وسبعين التي من خلالها يتم ترشيح شخصية معينة من قبل الكتلة الاكبر لتولي رئاسة الوزراء خلال خمسة عشر يوم يتم ترشيح شخص معين من قبل الكتلة الاكبر لرئيس الجمهورية الذي سوف يتولى عملية تشكيل الوزارة المرجعية اكدت في خطبتها انها ليست طرفا في اي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه باي شكل من الاشكال لكنها دعت الى اختيار رئيس جديد للحكومة بعيدا عن اي تدخل خارجي نأمل ان يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة واعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقا لما يتطلع اليه المواطنون بعيدا عن اي تدخل خارجي رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم شدد على ضرورة الاسراع في اختيار رئيس للحكومة العراقية الانتقالية يتصف بالنزاهة والاستقلالية بعيدا عن كل اشكال التدخل الخارجي وتشريع قانون منصف وعادل للانتخابات والتحضير الانتخابات مبكرة الشيخ جمال الضاري اكد ان الحل في العراق يكمل بنعقاد مؤتمر دولي جامع داعيا للمرجعية الدينية للاستماع الى صوت الشعب الرافض لهذه العملية السياسية بل والدستور الذي كتب بصيغة طائفية العراق لا يمكن ان تحل مشاكله من غير مؤتمر دولي وهذا المؤتمر الدولي يترتب فيه التزامات المرجعية تتحدث عن توقيتات دستورية انا بودي ان تستمع اكثر لصوت الشعب لانه الشعب يرفض هذا الدستور ويرفض هذه الحكومة ويرفض الحكومة القادمة والمواطنون في الشارع يقولون نحن لن نقبل بتغيير عادل عد المهدي الى اسم اخر من يختار هذا الاسم؟ يختاره هذا البرلمان الذي جاء نتيجة انتخابات مزورة ولعل ما يجري خلف الابواب المغلقة يكشف حجم الارباك السياسي على قدر تعلق الامر بمن سيخلف عبد المهدي ويحقق مطالب الشارع للخروج من الازمة الرهنة فرئيس الحكومة الجديد سيكون مختلفا عن كل الذين سبقوه هذه المرة فهو سيستمد قوته من الشعب وهو اليوم اقوى من جميع القوى السياسية